اربع جولات خضتها الاطراف اليمنية في جنيف والكويت لم تفلح في تسوية الازمة او احداث قرق ولو بسيط في جدارها يستعد المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد لاطلاق جولة خامسة من المشاورات لم يحدد حتى الان مكان وزمان عقادها وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الارض يواصل ولد الشيخ رحلة البحث عن خطة لاخراج اليمن من ازمته ولكن بادواته والياته القديمة لا يملك المبعوث الدولي امكانية وضع ضوابط رادعة لمعارقلي التفاوض وليس بوسعه الصراخ حتى في وجه من يطيحون بجهده وان تمنع طرف عن مقابلته لا يجد في ذلك حرجا هنا في مسقط ظل المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ ينتظر لقاء وفد الحوثيين والمخلوع ليومين متتاليين ولم يتم اللقاء الا عقب وساطة عمانية على ما يبدو وعقب لقائهم بولد الشيخ اجتمع وفد الميليشيا بالسفير الالماني لدى اليمن وهو لقاء لا يخلو من الرسائل ويثير كثيرا من التساؤلات ابرزها ظهور برلين على هذا النحو في هذا التوقيت بالتزامن مع حديث عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس هادي بمسؤولين امريكيين وبريطانيين في الرياض اما وقد القت الدبلوماسية الدولية فقالها لتحريك السائل السياسي لحل الازمة اليمنية فان زمن انعقاد الجولة القادمة لن يطول وربما تحدده الساعات القادمة لكن مصادر حكومية اشارت الى ان فرص نجاح انعقاد الجولة القادمة يحتاج لشهر من الوقت للتحضير وربما لن تعقد في حال معطل وفد الحوثيين والمخلوع في طريق الجولة الجديدة من المشاورات الغام عدة لا يبدو من الممكن انعقادها دون تفكيكها لاجل ذلك يسابق المبعوث الدولي الزمن في زيارات مكوكية بدأت بمسقط ومن ثم الى الرياض وفيها يلتقي ولد الشيخ الرئيس هادي ووفد الحكومة لطرح ما اسفر عنه لقاؤه بوفد الميليشيا لعل ضغوط الامريكية الداعمة لجهود المبعوث الدولي تؤتي اكلها هذه المرة او لعل مؤشرة التحرك الدولي ويأس اليمنيين من تحمل استمرار ما يجري على الارض من اقتتال يفتح نافذة ولو ضيقة في جدار الازمة الايام المقبلة هي من تملك الاجابة وهي حبلة بالمفاجآت اشتركوا في القناة